موسيقى وجدت خطوة الحكومة واتجاهها نحو إلغاء مادة التحلل والتسويات في جرائم الفساد ترحيبا واسعا لدى الأوساط السياسية ويرى مراقبون أن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المال العام يجب أن تحسم عبر إعمال مواد القانون العام وتطبيقه على كل الفئات حتى يتعافى الاختصاد الوطني من الأفات عدى مراقبون اتجاه الحكومة لإلغاء مادة التحلل والتسويات في قضايا الفساد ذا أثر كبير للحد من التجاوزات والتعديات التي ينفذها بعض الجشعين وضعاف النفوس على المال العام في السودان وكانت هيئة علماء السودان قد أفتت بعدم جواز التحلل واعتبرته مدعاة لسرقة المال العام وأشرت إلى أن فقه التحلل لا أصل له في الشريعة الإسلامية ويؤكد مهتمون أن عدم حسم قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة يضع البلاد تحت رحمة القيل والقال وذلك بالتطاول في الحديث عن هذه القضايا كما يوضع فصورة الدولة ويؤثر على قراراتها جوز قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 التحلل وهو أن يعيد كل من يشتبه بأنه تعدى على المال العام قيمة ما تعدى عليه مقابل عدم اللجوء إلى القضاء يقر أكاديميون بأن قانون الثراء الحرام غير رادع لأن نقطة ضعفه الأساسية هي التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد يرى مهتمون أن المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها وقد قررت الحكومة إلغاء التحلل والتسويات في أي ملفات تندرج تحت شبهة الفساد وذلك بموجب أوامر الطوارئ وذلك بعد مشاورات قانونية واسعة أخضعت التجربة للتقييم والدراسة وشدد مهتمون على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لتسهم في ردع وقطع دابر المتلاعبين والمتاجرين بقوت الشعب ومستقبل الأجيال والمتكسبين بصورة غير شرعية من مقدرات البلاد باستغلال النفوذ والوظيفة العامة هذا وقد استطلعت كاميرا سودان اليوم عددا من المواطنين والمهتمين حول همية مراجعة مواد القانون العام ومحاربة الفساد أنا أفتكر فيه أشياء كثيرة جدا كانت واقعة في الظل المسألة بتاعت الفساد هي قوانين التحلل والأشياء الكثيرة جدا اللي ممكن كانت هي الآن ببعض قانون الطوارئ الآن أصبحت هذه القوانين كلها معطلة فلذلك أنا أفتكر في هذه التشريعات القومية ونفتكر على مستوانا على مستوى الأحزاب ونفتكر إلينا الآن دارين هذه القانون يطبق تطبيق بصورته على القضايا الاقتصادية الكلية دون تحيز لأن أي تزحز في هذا القانون أنا أفتكر الآن بيطبق العودة لكن من خلال الإجراءات الموجودة ومن خلال المراسيم والمرفع أوامر الطوارئ الموجود بنفتكر هذا القانون عنده محاكم خاصة المحاكمة الآن وإلغاء هذا القانون والعودة إلى التقاضي نستطيع أن نأخذ كل ما أخذ من أموال بالبينة ونستطيع أن نبرئ كل ما اتهم مما كان اتهم به بالبينة وهذا فعل يعزز الثقة في الحكومة ويعزز الثقة في القضاء السوداني أنا أفتكر ده خطوة جادة جدا وخطفة في الإطار الصحيح تحلل ده شنوية أن تتجي تدرجع القروش حقات الدولة جزء منها أو التسوية وتمشي في حالك نفتكر كده ما حاربنا الفساد ولا حاربنا المفسيدين زاد أنا أفتكر مهم جدا أنه نكون في الضوابط صارمة ورادعة وأتمنى يعني أي محاكمة تيم لمفسيد أين كان شكله هو زاد يعرض نحن ما يجب لنا المعارضات اللي هربت وما يعرض لنا زل المهرب أنا أفتكر أهم شي زاد المهرب ده يعرف ويكشف نحن كسودانين دائما نخاف على جمعاتنا وعلى وضعنا الاجتماعي